الحزبي متهم ما لم تثبت براءته وهذه جريمة البيئة الحاضنة عامل الحزبيش موجودة في موقع اتهام وبدن نفرق كمان ما هو مفهوم المولاة والمعارضة المعارضة عندما أعارض سياسات وعارض نهج حكومة وعارض أهداء هذه معارضة بناءة لا تعارض لاوطن ومتفقين وكل الشعب الأردني متفقين عليه إنه في ثوابت وطنية لا يختلف عليها اثنين الوطن الدولة الأردو للدولة والنظام وعرأس جلالة الملك إذا متفقين على هذه الثوابت بدنا كمان نتفاهم على مسألة مفهوم المعارضة ومفهوم المولاة اللي كمان في دوشة عليه وفي ناس ما أخذوا شماعة وإخلاء بدنا نحكي كمان نوصف الحال بس بدي أرجع شخص شوي الواقع لن نعيش لهم نعم يقول جاوبنا على التمية السياسية شخصتها بخمس أسئلة يجاوب منك عليها دائما أنا أقول لك هذا تحتاج إلى تقييم هذا تحتاج إلى تقييم على كل إن أنا ممكن أجاوبك على السريع ونرجع له المصطلحات خلينا بس عشان أريحه من السؤال بس عشان نخرج أنا بس أنترجع شخص شخص عراحتك بس أنا أقول له قصة التنمية السياسية وشؤون سياسية إحنا بنرمي مصطلحات بدون ما نكون لا دارسينها ولا أنجزناها المغوش كل مرة بيطلع واحد بموضة بس لا أنهينا التنمية السياسية ولا فشلنا ولا نجحنا ولا قيمنا التجربة تفضل كمّل لا أشكو فاي حتى فعلا لا قيم التجربة المضامين نحكي عن المضامين بس نقول حتى نحكي في موضوع أهمية الإصلاح أستاذ محمد خلي التفكير فيه متغيرات سياسية بالإقليم وضاغطة علينا فيه متغيرات طيب فيه أداء سياسي مرتبك من الحكومة الأردنية للحكومات المؤسسات الدولة المختلفة فيه أداء سياسي مرتبك مظبوط طيب فيه واقع اقتصادي ضاقة اليوم البطالة تصل إلى 25% وبين قطاع النساء تتجاوز إلى 34% طيب واقع اقتصادي صعب حياتي لنا أصبحت فيه ضنك إذن فيه واقع اقتصادي صعب فيه تراجع مرعب للإدارة الدولي الإدارة بالدولة الأردنية مؤسساتها وكيف تديرها أنا أعتقد فيه تراجع كنا على المس الواقع اليوم المسؤول اليوم يده مرتجفة وقلبه مرتجفة وعقله خايف وخايف من وسائل التواصل الاجتماعي وخايف من مؤسسات ومواقع الإلكترونية وخايف من وسائل الإعلام فلا يتخذ قرار ولا يمضي باتخاذ قرار الأصل أن يتخذ هذا القرار بخناعة أنه هذه هي مصلحة الدولة إذن فيه فيه ارتباك وفيه تراجع فيه عندنا إنجازات فيه عندنا إنجازات من المصدح نظل نتغنى بإنجازات مئة عام طيب بنينا المدينة الطبية وعملنا مدينة رياضية وعملنا مش عارف إيش وعملنا الفوسفات والبوتاس وكذا إنجازات عظيمة بس هل من الحكمة النبقى نتغنى فيها على أهميتها ولا لا بدنا نطور أدائنا وبدنا نبني مؤسسات الدولة من جديد إذا بدنا نستمر وبدنا نقول ألفية ثانية الحقيقة بدنا نتحدث بطريقة ثالية فيه إنكار لا بس بدي أكمل أقل من دقيقة أقل من دقيقة بدنا نستمر في حالة الإنكار وأنه ما عندنا مشكلات ولا لا بدنا نحط كل مشكلات نعلى الطاولة يا أخي ونتفق أنه عندنا مشكلات وبالتالي يجب أن لا نذكر الواقع أن هناك ما بدي أقول ثقة متآكلة لم يعد هناك ثقة بين المواطن وبين كل مؤسسات الدولة ست وفاء بتحكي عن الحكومة لا الحقيقة الحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات والمؤسسات الدولة المختلفة اليوم كيف بدنا نرمم هذه الثقة المتآكلة المنتهية